السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعزائي المتابعين. اليوم درس جديد خاص في كورس البي ال سي المستوى الثاني. بهذا الدرس راح نتكلم على موضوع جدا مهم في هذا الكورس. راح نتكلم بهذا الدرس عن المقاومات المتغيرة اللي موجودة في البي ال سي سيفين ميتين. طبعا هذه المقاومات موجودة في المتحكمات فقط اصدار الميتين من شركة سيمنز. وهي تعتبر من الميزات المهمة جدا في سيفين ميتين. والكثير من المستخدمين يغفل عنها في تطبيقات البي ال سي. في هذا الفيديو راح نشرح استخدام هذه المقاومات المتغيرة. واهم الملاحظات عن هذه المقاومات. اما فيما يخص هذه المقاومات. طبعا هذه المقاومات تخزن ضمن متغيرات موجودة في الذاكرة بعنوان اس ام بي ثمانية وعشرين واس ام بي تسعة وعشرين. هذه المقاومات يمكن استخدامها حسب الرغبة والحاجة. ويمكن الاستفادة منها في كثير من المشاريع. حيث تتيح التحكم في قيم معينة دون الحاجة الى التلاعب في الكود البرمجي. في بعض الاحيان هناك مشاريع اه تحتاج الى ادخال قيم معينة. فنستخدم اه في المشاريع شاشات اتش ام اي. لكن اذا كان المشروع اه لا يتطلب تغيير اه القيم بشكل مستمر. فيمكن الاستغناء عن شاشة الاتش ام اي والاستعانة بهذه النوع من المقاومات. هناك العديد من المشاريع المتوسطة والصغيرة لا تحتاج الى تغيير القيم بشكل مستمر ولكن تحتاج الى معايرة قيمة معينة لكل فترة زمنية. على سبيل المثال يعادة ضبط اه المشروع الخاص بك لكي يعمل ضمن درجة حرارة معينة. او اضطرار في وقت معين الى زيادة سرعة الناغل بزيادة التردد الخاص بالفي اف دي. فان استخدام اه شاشات اتش ام اي او اه ربما اضافات ثانية على البي ال سي رح يدي الى تكلفة. وهذا الامر ربما ما يطلب في المشروع الخاص بك اه كون المشروع صغير او متوسط. لكن نقدر نستعين بهذا النوع من المقاومات لتأدية الغرض. في اضدار اس سابن ميتين اه هناك اه انواع تحتوي على مقاومة واحدة. وهناك انواع تحتوي على اكثر من مقاومة. في اه الاس سابن ميتين واحد وعشرين سابن ميتين واثنين وعشرين دعونا مقاومة واحدة اما الاس سابن ميتين واربا وعشرين والسفين ميتين وستة وعشرين ده ها مقاومتين هذا النوع من المقاومات لها قيمة محددة يمكن الاستفادة من عندها من خلال تغيير هذه المقاومة طبعا هذه المقاومة هي عبارة عن بايت واحد هذه النوع من المقاومات هي عبارة عن بايت واحد بمعنى انه اعلى قيمة لهذه المقاومة راح تكون عبارة عن ميتين وخمسة وخمسين لان مثل ما نعرف ومثل ما شرحنا في الدروس الماضية انه البايت هو عبارة عن ثمانية بيت اي بمعنى انه الخاص بالبايت هو عبارة عن ميتين وخمسة وخمسين يعني راح تتراوح قيم الادخال الخاصة بالبايت لهذه المقاومتين راح تكون عبارة عن صفر الى ميتين وخمسة وخمسين يتم خزن هذه القيم في متغير اه موجود في الذاكرة يعني راح يكون عبارة عن اه اس ام بي ثمانية وعشرين واس ام بي تسعة وعشرين فمن نذكر اس ام بي يعني انه هاد النوع من الاسبيشال هو من نوع بايت اي بمعنى ميتين وخمسة وخمسين في بعض المشاريع نحتاج الى تغيير على سبيل المثال اه نوع معين من التايمر هذا التايمر ربما اه يتحكم في تشغيل واطفاء ماكنة او ربما يتحكم في وقت تزيد الماكنة وغيرها من المشاريع او مثل ما ذكرنا في بداية الفيديو انه تقدر تستخدم هذا النوع من المقاومات المتغيرة لتحكم بسرعة ناقل على سبيل المثال فمن خلال المواضيع السابقة اللي شرحناها في القناة من الخاصة بانواع البيانات نقدر نتحكم بهذا النوع من البيانات ونستخرج النوع اللي نحتاجه فهذا النوع هو عبارة عن بايت نقدر نحوله الى انتجر وبعدها نقدر نحوله الى ريال وهذا نوع من الريال نقدر نستخدمه كانالوج اوتبوت للتحكم في تردد الفي اف دي الخاص بسرعة الناغل حاليا استخدمت كود برمجي بسيط جدا فقط فرضت قيمتين للمقاومات المتغيرة القيمة الاولى اخذت اس ام بي ثمانية وعشرين وخزنتها في متغير في بي زيرو من نوع بايت لان اس ام بي ثمانية وعشرين هي ايضا من نوع بايت فانا استخدمت موف حتى اخذن اس ام بي ثمانية وعشرين في متغير من نوع بايت اللي هو في بي زيرو وايضا المقاومة الثانية اللي هي تاخذ عنوان اس ام ثمانية وعشرين عفوا خزنتها في متغير في بي تو من نوع بايت ايضا فانا استخدمت دالة الموف لخزن القيم اللي تمثلها هذه المقاومات لاخذنها في متغيرات من نوع بايت حاليا راح اعمل مونيترينج حتى اشوف القيم اللي تمثلها هاي المقاومات فارح استخدم مونيترينج انا محمل الكود مسبقا تمام هاليا لو تلاحظ انه القيم اللي تمثلها المقاومات اللي هي اس ام بي ثمانية وعشرين واس ام بي تسع وعشرين هي زيرو هاليا راح ابدأ اغير في قيم المقاومات اول قيمة اللي هي على اليسار هاي المقاومة على اليسار هي تمثل الاس ام بي ثمانية وعشرين هاليا راح أبدأ أغيرها شوف لو تلاحظ راح أبدأ بتغيير المقاومات هاي المقاومة اللي هي الـ SM28 SMB28 لو تلاحظ شوف بدت تتغير قيمة اللي تنطيها المقاومات كل ما أفر أكثر راح تنطيني قيمة أكثر حاليا شوف انتهت قيمة الـ SMB 28 إلى أعلى قيمة اللي هي 255 وأيضا نفس الفكرة مع SMB29 شوف لو تلاحظ شوف بدت تتغير قيم المقاومات شوف بدت تتغير قيمة SMB29 من الصفر إلى أعلى قيمة اللي هي 255 هاي القيم اللي هي تمثلها المقاومة SMB29 إن شاء الله واضحة إلك مثل ما ذكرنا إنه هاي القيم اللي هي انخزنت في المتغير VB2 و VB0 تقدر تستخدمها في غير أمور إن شاء الله في الدرس القادم راح ناخذ مثال عملية حتى نوضح استخدام هاي النوع من القيم في المشاريع الخاصة بينه وأيضا راح يكون بشكل عاملي وأهم شي لازم تراجعون مواضيع الخاصة بأنواع البيانات وأيضا راح أخلي لك رابط الفيديو الخاص بشرح المواضيع المتعلقة بأنواع البيانات في وصف هذا الفيديو إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية هذا الفيديو تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر